قال المصنف رحمه الله لا تقبلن من النساء مودة فقلوبهن سريعة الميلان الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد كان المصنف رحمه الله تعالى قد بدأ التحذير من النظر إلى النساء والخلو بهن من غير محرم وقد بينا أدلة ذلك من كتاب والسنة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واستمر استطرد رحمه الله في التحذير من العلاقات غير الشرعية مع النساء ومثلت أنه يعني قد يفهم من هذا البيت أنه لا يمكن أن تجد امرأة نطلقا ودودا تحب زوجها وتبادله كل خير ومعاملة حسنة هذا قد يكون من المبالغ فيه ولكنه يتكلم في الجملة أن النساء ضعيفات بقد يملنا إلى الشر كثيرا ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم اطلعته على النار وجدت أكثر أهلها النساء ويقول تصدقنا فإن كنا أكثر حطب جهنم لأن كنا تكفرنا كنا نكفر بالله قال بل تكفرنا العشير فلو أحسن إلى إحدى كنا الدار قل له ثم بدى منه أو بدر منه شيء قلتن ما رأيت منك خيرا قط وهذا هو المقصود وليس المقصود أن يفتقرها المرء وهي ليست زوجته لينظر عن علاقة قلبها ومدى محبة آله فإن تلك الاتصالات والصلات والخلوات كلها غير شرعية وما وجد في هذا العصر من تبادل بعض العواطف قبل الزواج مما قلدنا فيه أعداء الإسلام لا شك أنه دخيل على الإسلام والمسلمين واتخاذ الصديقات والخلوات والخلوات الذي قد يوجد في بعض بلاد المسلمين هذا كله من تقليد أعداء الإسلام والتي تصادقك ستصادق غيرك شيء تاما بيت وليس هناك شيء في الإسلام اسمه الصداقة بين الرجل والمرأة بل هناك أزواج يأخذونهن بكلمة الله ويستحلونهن بكلمة الله عز وجل وما زاد عن ذلك فهو اعتداء فما قال الله جل وعلا فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون فلنحذر من هذه العادات الجاهلية والخلوات التي أشرف إلى بعض منها فيما مضى من ذلك أقول أني ذكرت لكم قصة المرأة التي سألتني لأن زوجها لأن خطيبها الذي يخطيبها يشترط عليها مبداليا أن تكشف عند الإخوته لأن عادتهم تقضي بذلك وهم تعودوا الاختلاط والكشف كشف النساء عندهم وهذا كل من تلبيس إبليس يستحيل أن يكون قلبك عشر معشار قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين قال الله مخاطباً إياهم وإذا سألتمهن متاعاً فاسألهن من وراء حجاب ومن المخاطبات من المقصودات العفيفات الطاهرات المطقرات أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه رضي الله عنهن إذا كنا يخاطبنا بهذا فما بالكم بمن جاء بعدهم ومن هو لا يدانيهم في الفضل لا من قريب ولا من بعيد فالأحذر من هذه العادات الجاهلية والقرافات الجاهلية التي انتهجها بعض الذين قلدوا أعداء الإسلام في عاداتهم من الجلوس مع نساء والإحتلاط واتخاذ الصديقات والخليلات والعياذ بالله وهذا أمر في غاية الخطوة نعم لا تتركاً أحداً بأهلك خاليا فعلى النساء تقاتل الأخواني يحذر ما سبق أن نبهنا عليه وهو عدم الخلوة مع المرأة وهو الخلوة مع المرأة بدون محرم فيحذر الشيط رحمه الله تعالى هنا أن تترك نساءك مع غير المحارم في خلوة خاصة فإنه سيكون حينئذ سالثهما الشيطان كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وربما جر ذلك إلى الفتن بين الأقارب بين الإخوة فلو جره الشيطان إلى إلى علاقة مع زوجة أخيه أو زوجة قريبه ربما يود ذلك إلى فتن لا تحمده عقبها فضلاً عما في ذلك من خطورة وتحريب وما أخلى رجل من مرأة ولا تتغنج بكلماتها لا هذا يدخل في قول الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصاره ويحفظوا بروجه في الآية الثالية وقل للمؤمنات يغضل من أبصارهن ويحفظنا بروجهن فعلى المسلم أن يغض طرفه سواء عن المرأة الأجنبية أو حتى عن الغلمان والولدان والمردان لأنه قد يفتن بذلك كما جرى في بعض العصور فيجب غطو الطرف عن ذلك كله وإشغاله فيما يرضي الله سبحانه وتعالى فلابد من أن تقصر بصرك أخي المسلم في حدود ما حل الله لك حتى لا تقع في التعدي من حيث تدري أو لا تدري فيجب الحذر كل الحذر من مجرد النظر المصحوب بشيء من التناعم أو التمتع أو الشاوة أو نحو ذلك والعياذ بالله سواء كان ذلك النظر للنساء أو للمردان ولو وجدت هناك شباب هذا لا يبرر لك أنك تمعن ببصارك فيها فالنظر في الأول لك والثانية عليك لا تجعلن طلاق أهلك عرضة إن الطلاق لأخبث الأيمان البعض من الناس لهدفة الأسباب يلقي الطلاق على امرأته يلقي الطلاق على امرأة على كاس شاي أو على رسل شوب أو على سفرة مطبخ يحصل هذا كثيرا يحصل كثيرا بين الناس وليأتفع الأسباب وربما كان الطلاق أحيانا بسبب ما يرى أو ترى هي في وسائل الإعلام من المحرمات التي قد يفتتن بها البعض فيقع فريسة لشهوته ومنذاته فربما طلب منها ما لا يليق أو طلبت منه ما لا يليق فأدى ذلك إلى الطلاق أو أدى ذلك إلى الفرق أو ربما رأى ما يعجبه فاختصمها بسبب ذلك ربما وقع نظره على بعض الماجينات في بعض وسائل الإعلام فتحدث فتنة بينه وبين آله ويتسرع وليس أمامه حل غير الطلاق بل لا يطلق طلاق السن يتخاصمان حتى تمثلت منه كلمة الطلاق تتحتاه ويتحتها حتى يطلقها والعياذ بالله والسنة أن يكون الطلاق العلاج الأخير عندما لا تجد أي طريق لعلاج أمر امرأتك ثم تستخير أيضا قبل أن تقدم ثم تطبق السنة إذا طلت إلى ذلك طلق طلاق السنة وهو أن تطلق طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه لذلك فإن طلاق الحائض وطلاق التي وطهت في طهر وكذلك طلق الحامل بدعة بدعة غيرا ويقع عند كثير عند جمهور أهل العلم والبعض لا يرى ذلك واقعا لكونه يوقع في هذه البدح ف لا يتسرع أولا في الطلاق وسهي يطلق طلاق السنة وفي طهر لم يجامعها فيه وثالثا لا يطلق أكثر من واحدة لا يطلق أكثر من واحدة بعضهم يتحامق على امرأة تقول أنت طالق مئة طلق ولا مليون طلق بغض من أن يضع الخلاف المسألة التي تحتسب طلق أو أكثر من ذلك لكن هذا يدل على جهلي وبعد عن الله حز وجل لأنت بعد قليل ثم بعد ذلك يتركها عنده في البيت تقضي عدتها في البيت لعل الله يحدثوك بعد ذلك أمره فتحتدت في بيت الزوج ولا يخرجها من بيتها لأسيما كان الطلاق رجعيا اتبعت في السنة فإياك أن تخرجها من بيتك إياك أن تخرجها من بيتك حتى تنقضي عدتها فربما قدر الله أن تعود الحياة الزوجية إلى سابق آدها وينتهي السبب الذي أدى إلى القلق نعم إن الطلاق مع العتاق كلاهما وسماري عند الله ممقوتاني وهنا ذلك شارع إلى الحديث الذي يصححه بعض أهل العلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق البيت الأول أبغض الحلال إلى الله الطلاق وعالية حال حتى ولولا من صحة هذا الحديث فأنه لا يجب أن يلجأ إلى الطلاق إلا عند الضرورة القصوى لأن آخر التوائي الكي أما هذا البيت فيقرأ من أخر إن الطلاق مع العتاق كلاهما قسماني عند الله ممقوتاني يعني الطلاق مع العتاق بدون يعني روية بدون روية كالذي يقول علي عتق كذا أو علي عتق الرقبة الفلانية أو علي الطلاق أو نحو ذلك هذه غيمان منقوتا لكونها بدعة ومن الذي يقول أنت حرام علي أنت علي كذا ف كلك كلاه الطلاق والعتاق المعلق بيمين بشكل يمين لا شك أنه بدعة ومحرم والخلاف في وقوعه وعدم وقوعه وعندنا حديث ثلاث جدهن جد وأزلهن هز وأزلهن جد جدهن جد وأزلهن جد الطلاق والعتاق والرجع فإذا علق بهذا الشكل لا شك أن العتق مرغب فيه ابتداء لكن إذا جلعن بشكل يمين فهو محرم وبدعة وإلا الطلاق مكرور لا يرغب فيه فإذا عزم بل يكون وفق الضوابط الشرعية وإلا فهي عيمان منقوتة لذلك اختلف العلماء فيها منهم من يعدها طلاقا منهم من يعدها كفارتي ومنهم من يجعله يلزم صاحبة بكفارتي يمين نعم واحفر لسريك في فؤادك من الحادة وتفنه في الأحشاء أي دفاني احفظ لسريك حافظ على ممورك لا تفضحن نفسك في أمورك الخاصة التي تتطلب الكتمان وجاء في الحديث السعين على قضاء حوائجكم بالكتمان ولعله حسن ف نحافظ على السر أمر عظيم إذا من مروا أخطاعوا ثلاث فبيعوا بكف ولو بكف من رماد سلامة صدره والصدق منه وكتمان الفوائد وكتمان سلامة صدره والصدق منه وكتمان السرائر في الفوائد وكتمان السرائر في الفوائد وكتمان السرائر في الفوائد فعل مسلم أن لا يفشي أسراره ولا سيما ما بينه وبين زوجته أو ما بينه وبين إخوته من الأمور الخاصة التي يعني لا ينبغي أن يطلع الناس عليها ولا يستجدون منها حتى ولو بيّنوا ف يجب على المسلم أن ينتنبه لذلك وليحافظ على أسراره وإذا كان إذا كان السر من الأمور التي يستحيى من ذكرها أو من الأمور التي بين الرجل وزوجته مثلا فإن الذي يتحدث بها كالشيطان أتى شيطان ولذلك يقول الله عز وجل في مساءة المار وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظة فلتنبه لأنك إدمان السراهر من أعظم الأمور التي يحفظ تحفظ بها أمورك وتساعدك على تحقيق مأري بك الخيرة لا إن الصديق مع العدو كلاهما في السر عند أولنها شكلان إن الصديق إن الصديق مع العدو كلاهما في السر عند أولنها شكلان يعني يعني ينبغي أن تحفظ سر سواء من الأصدقاء أو من الأعداء ولا سيما الأصدقاء التي تؤتمن عليها سواء تميت عليها من قبل الله كما بينك وبين أهلك أو ما تميت عليه من قبل إخوارك فإن إفشاءه في غاية الخطور ويستم في ذلك إفشاءه عند الصديق وعند العدو فربما تحول الصديق عدو وربما كان الصديق ثرثار فيفشي تلك الأسرار وربما كانت مما لا يتجوز إذاعته ولا سيما يعني أمر المسلم الخاصة يجب عليه أن يجعلها بينه وبين رب لا يبدو منك إلى صديقك زلة واجعل فؤادك أوثق الخلان يعني يجب أن ينبغي أن تحذر من أن تطدر منك زلة لاستغلها عدوك الشيطان من شيطر الإنس والجن تحفظ رسانك تحفظ يعني أمور حتى يعني لا تجعل شيئا منها يلوكه الناس خذلك ما أعد البيت نعم لا يبدو منك إلى صديقك زلة واجعل فؤادك أوثق الخلان يعني العدو لا يعني تجعل صديقك لا عليك زلة وكذلك عدو فإن الوقوع في الزلات والوقوع في الشبعات تجرئ عليك السفهات وتجعلك عرضة لأن تتمادى فيما هو أعظم وإذا تساهل المسلم فيها تجره شيئا وشيئا فشيئا حتى يقع في الموبقات العظام والعياذ بالله وإذا ستر بدر منك ما بدر وستر الله عليك فاستطر بستر الله فاستطر ستر الله قول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمة معافة إلا المجاهرون ويقول عليه الصلاة والسلام ما يكتلي بشيء من هذه القادرات فليستطر بستر الله فإنه من يظهر لنا الصفحة ونقم عليه حتى الله في يحذر من هذا ثم استودع فؤادك جميع الأسرار واجعله صندوق صندوقا لا قفل محكم بل أوثق من الصندوق الذي له قفل حتى تسلم بإذن الله تعالى من الوقوع في العثار صندوق صندوق